السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف الثامن مسنسرين الجلاد سنقوم اليوم بمتابعة حل تدريبات الوحدة الأولى من المهارات من درس أمي فلنتابع معا في صفحة رقم 8 في المعجم والدلالة السؤال الثاني ضع مكان كل كلمة تحتها خطف الفقرة الآتية كلمة أخرى تؤدي المعنى نفسه وكانت حاذقة كيسة في سلوكها كلمة حاذقة نضع مكانها كلمة ماهرة فلا نهر ولا زجرة كلمة زجرة نضع بدالها أو بدلها كلمة هردعة ولا شططة ولا إسراف ماذا نضع بدل كلمة شططة نضع خروج عن الحد ونضع بدل كلمة إسراف مبالغة السؤال الثالث بين معنى الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية هذا قدر ربك فرض به معنى كلمة قدر هي قضاء الله وحكمه مشيت قدر ميلين قدر تعني مسافة نعم هذا قدر واسع معنى كلمة قدر هي وعاء للطبخ نتابع معنى الفهم والتحليل في صفحة تمانية أيضا السؤال الأول لما كانت الأم تعامل ابنها على أنه رب الأسرة وسيد البيت كانت الأم تعامل ابنها هكذا لتشعره بأنه بمنزلة رب الأسرة ثانيا هل توافق الكاتب رأيه في أن يعامل الطفل معاملة الرجال؟ نعم وافق ولكن في بعض الأحيان وليس فيها كلها ثالثا انتهجت الأم في تربيتها ابنها نهجا حكيما وضحه بأن تعوده احترام النفس والتزام مقامه في البيت رابعا لماذا كان الكاتب يسرع إلى استرضاء أمه؟ كان يسرع لاسترضاء أمه لأنه كان لا يستطيع أن يضعها أو يدعها غاضبة وصاخطة أو متألمة خامسا ما موقف كل من الأقارب للكاتب وأمه من تعليمه؟ موقف الأقارب بأنهم أشاروا على أمه بأن تكتفي من تعليمه بهذا القدر وقالت الأم إن الله معي ولو أصبحت أخدم في سبيل تعليم ولدي ما ترددت؟ سادسا عدى الإبن شرب أمه للدواء قبله عملا لا نفع منه ما موقف أمه من ذلك؟ هي ليست بحاجة للدواء ولكن كانت تجرعه ليطمئن قلبها سابعا قال الكاتب وحينما استقلت من وظيفتي أصابني بعض القلق وشعرت بالندم على الاستقالة فلما رأتني أمي على هذه الحال قالت لي قم وتوكل على الله فقد كنت أنا مستعدة أن أعمل بيدي في سبيل تربيتك فكن أنت مستعدا أن تعمل بيديك إذا احتاج الأمر ألف لماذا في رأيك ندم الكاتب على استقالته؟ ندم الكاتب على استقالته خوفا من أن يكون قد تسرع ولن يجد عملا آخرا با ما دلالة قول الأم فكن أنت مستعدا أن تعمل بيديك إذا احتاج الأمر فكروا معي هذا يدل على ماذا؟ يدل على إيمانها بالعمل والجد ثامنا بدأ الكاتب معجبا بوالدته كثيرا أذكر مواقف تدل على ذلك أو بدأ الكاتب من المواقف التي ظهر فيها أن الكاتب معجبا بوالدته عندما قال كانت لقوة ذاكرتها سجلا عاما للأهل والأصحاب فمن نسي شيئا فما عليه إلا أن يلجأ إليها تاسعا قال تعالى وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله العظيم بيّن ما يدل على إحسان الولد لأمه في هذا النص ظهر ذلك عندما قال ولكنني لا ألبث أن أسترضيها وأقبل يدها ورأسها فلا أدعها عاتبة أو صاخطة أو متألمة نتوجه الآن إلى التذوق الأدبية هات من النص موقفا أو عبارة تدل على كل مما يأتي ألف حنان الأم العجيب أين ظهر ذلك في النص نعم ظهر ذلك عندما قال الكاتب وشربها الدواء قبله با رضى الأم الدائم عن ابنها ظهر ذلك عندما قالت أو عندما استقال ابنها فإني داعية الله لك راضية عنك جيم ذكاء الأم وفطنتها كانت تكتفي بالنظرة الأولى إذا استغنت عن الكلمة دال قدرة الأم على أن تعوذ ابنها عن أشياء كثيرة ظهر ذلك في الفقر التي تحدثت عن تأثر ابنها بموتها فقد كانت لأم وأب وأخ وصديقا ها التفاهم بين الأم والابن من غير حاجة للكلام عندما قال اكتفائها بالنظرة الأولى ثانيا وضح جمال التصوير في العبارتين الآتيتين ألف ويفيض على البيت الإناسة والبهجة هل الإناسة والبهجة شيء يفيد؟ لا إنما هنا شبه الكاتب البهجة والإناس بالماء الذي يفيد با وكانت لقوة ذاكرتها سجلا عاما للأهل والأصحاب هل قوة الذاكرة سجل؟ لا إنما هنا الكاتب شبه زاكرة والدته بالسجل الذي يحفظ كل شيء ثالثا ما العاطفة التي تعبر عنها كل من العبارات الآتية؟ ألف كانت على صغر سنها زعيمة الأسرة وكان أهلي جميعا يلجأون إليها يطلبون رأيها فيما يعرض لهم يدل ذلك على الحب والفخر بأمه با فما كنت أطيق أن أدعها عاتبة أو صاخطة أو متألمة على ماذا يدل ذلك؟ ما هي العاطفة؟ العاطفة هنا هي الحرص على رضاها جيم وتمسح رأسي كأني ما زلت طفلا هنا تدل هذه على عاطفة الحنان دال وكانت عليها رحمة الله تتوخى أن دعفيني من المنقصات وتتجنب أن تحملني الهموم هنا عاطفة الحب والحنان ظاهرة وواضحة نتوجه الآن إلى القضايا اللغوية فلنتابع معا بالسؤال الأول أقرأ الفقر الآتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة ولما نجحت في امتحان الشهادة الابتدائية جاء أقارب مهنئين وأشار على أمي أن تكتفي من تعليمي بهذا القدر لما كنا فيه من العسر فألحه عليها وكنت جالسا في هذه الجلسة وإني لأتذكر أن ابن عمتي سألها قائلا من أين تجيئين بالمال الكافي لتعليمه فقالت إن الله معي ألف استخرج من الفقر السابق فعلا معتلا أجوف نحن نعلم بأن الفعل المعتل هو الذي يكون أحد حروفه حرف علة وأجوف تعني أن يكون حرف العلة في وسط الفعل فعنا كلمة فقالت وعنا كلمة أو الفعل جاء ثانيا فعلا صحيحا مهموزا الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصدية من حروف العلة ومهموزا بأن يكون أحد حروفه حرف همزة فهنا الفعل سألها يوجد به حرف همزة وفعلا صحيحا اسم تستفهام أين مضافا إليه الشهادة با أعرب ما تحتوي خط إعرابا تاما نجحت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محر فعل هذه هي التاء المتحركة أن تكتفي أن حرف نصب وتكتفي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لتعليمه اللام حرف جر وتعليمي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهي مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة ننتقل إلى سؤال اتنين فرق بين التاءات التي تحتها خط الفعل فقالت التاء هنا فوقها سكون ونحن لعنا بأن التاء الساكن المتصلة بالفعل هي تاء التأنيث تاء التأنيث الساكنة وفي نفس الجملة في نهايتها ترددت التاء هنا نلاحظ بأنها متحركة والتاء المتحركة هي تاء المتكلم ودائما تأتي في محل رفع فاعل با هل فرشت التاء هنا متحركة أيضا وتدل على المخاطب للمذكر فهي تاء في محل رفع فاعل كم كتابا قرأتي التاء هنا أيضا هي تاء المتكلم والتي تدل تاء المخاطبة للمؤنث والتي تدل على الفاعل هنا نكون قد انتهينا من حل جميع التدريبات التابعة أرجو نقلها على الدفتر ودراستها جيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر